أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد مصر لتوفير تيسيرات والحوافز اللازمة بهدف الإسراع بتوطين صناعة السيارات في مصر مشددا على ضرورة أن يكون هناك خارطة طريق بتوقيتات محددة لإنشاء مصانع للسيارات في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر حيث طلب رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع متثمري صناعة السيارات لاستكمال هذه الخطوات وأيضا تحقيق ما تطمح إليه مصر من توطين هذه الصناعة المهمة علق الاتحاد الأفريقي عضوية الجابون بعد أن استولت مجموعة عسكرية على السلطة في البلاد واتخذ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أول خطوة بتعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسسته لحين عودت النظام الدستوري في البلاد من جانبها نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس في بيان باستلاء المجموعة العسكرية على السلطة مشيرة إلى أنها تعتزم عقد اجتماع وشيك لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في نايجر تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكلات الأمم المتحدة في مناطق العمليات العسكرية وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نقلة الإذاعة الوطنية أنه نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة الناجرية تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكلات الأمم المتحدة الموجودة في الناجر بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا مدد مجلس الأمن الدولية تفويد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفل مدة عام بعد مناقشات تمحورت خصوصا حول حرية تنقل الجنود الدوليين وأرجع التصويت الذي كان مقررا الأربعاء لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعة من انتهاء تفويد القوة التي تشكلت عام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان ويمدد القرار الذي عتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين تفويد اليونيفل حتى 31 من شهر أغسطس 2024 أعلن الجيش الباكستاني أن تسعة جنود قتلوا عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه على درجة نارية بجانب قافلة في شمال غرب باكستان وأفد الجيش الباكستاني أن خمسة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة بانو لافتن أن قوات الأمن توقع المنطقة هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأمريكي التصويت سريعا على تمديد تمويل الحكومة تجنبا لحصول إغلاق في الولايات المتحدة في غضون شهر وهو شلل قد يصيب الإدارة الفيدرالية بكاملها وقالت مدريات الميزانية في البيت الأبيض في بيان إنه من الواضح أن تمديد قصير المدى سيكون ضروريا الشهر المقبل من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير إن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى تمويل برامج مهمة للأمريكيين وتلبية احتياجات عجلة مضيفة أنه من دون تصويت سريع قد تصبح برامج للمساعدات الغذائية في خطر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتوجه إلى فلوريدا صباح السبت بعد المرور المدمر لإعصار إيداليا على أراضي الولايات وقد تسبب إعصار إيداليا في ارتفاع قياسي لمستوى المياه وفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا ووصل طريقه المدمر على السحل اليانوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عصفة استوائية ترجمة نانسي قنقر